موسيقى في مسؤوليات لو الإنسان ما تحملهاش حياته بتبقى صعبة ولو فرط فيها بيخسر كتير وكأن المسؤوليات دي ما حدش هيشيلها غيره وممكن الناس تساعده لكن الأصل عنده وأنا هقولك على بعض المسؤوليات اللي تخلي عنها بيجعل الحياة صعبة وخلي ده أساس كبير قوي تبني بيعلقتك بمسؤولياتك وتحطها في أولوياتك على رأس هذه المسؤوليات مسؤولياتك عن مشاكلك شوف الناس لبعضها والطبيعي نحن نقف جنب بعض في حل مشاكل بعض لكن لازم البني آدم صاحب المشكلة يبقى جزء من الحل مش جزء من المشكلة الناس اللي بيسموهم في كتب أهل العلم اللي عندهم فتوة قالك يعني إيه فتوة؟ مش إن أنا أتبلطج على الناس الفتوة الحقيقية في الشريعة هي قدرة الإنسان على مجاهدة نفسه وساعات بتبقى المجاهدة دي إن أنا أشيل نفسي من الكسل وحط نفسي في سكة الحل حل مشاكلي دي فتوة على النفس وكمان في بعض الأوقات بتحصل لك مشاكل من ناس مش كويسة أنت مسؤول عن علاج نفسك من آثار الناس اللي مش كويسة ودي فتوة إن في بعض الأوقات الإنسان بيبقى قاعد حزين محلك سر طبيعاً إن الإنسان يحزن ويتجرح والحزن عند المتخصصين بيسموه ليه دوركت لكن لازم البني أدم يدرك إن في وقت من الأوقات محدش هراف يطلعك من أحزانك أهم منك استغط قرارك أيوة بس أنا مليش زنب هو عمل فيي صح بس هو عمل فيك وعايش حياته دلوقتي لازم تقوم وتقوم دي ممكن حد يساعدك لكن لازم القرار يبقى من عندك مسؤولياتك في حل مشاكلك وهنا أنا هقول لك على حاجة سيدنا جابر بن عبد الله أبوه قتل شهيد في غزوة أحد سيدنا عبد الله بن حرام وبعدين ساب له إيه ساب له التسع بنات إخوات ففي غزوة ذات الرقاع سيدنا النبي راجع لقاه ماشي بالجمل وراء لوحده فرجع له كده قال له أنت ليه سيبنا قال له الجمل بتاعي بسيط وعيان كده فمش عارفها لحق الجيش فقال له أخبارك جوزت قال له آه قال له جوزت بنت في سنك قال له لأ جوزت ست أكبر شوية ثيب ثيب يعني متجوزة وملفصلة فصلة أو جوزها متوفة وغالباً بتبقى أكبر منه في السن قال له طب ليه مش بكرة قدك قال له يا سيدنا النبي أنا عندي تسع إخوات أبويا سيبهم لي فكنت محتاج أتجوز حد يشاركني في رعايتهم فعايز حد عنده خبرة خدت بالك هو إزاي جزء من الحل مش بقى جزء من المشكلة مش ساب إخواته وراح تجوز وعلى فكرة حقه إنه هو يتجوز وينبسط بس كأنه حط كتفه كده إيه عشان حياة تمشي وهو ده البني آدم اللي غالباً بتلاقيه باستمرار في حياته في ارتقاء لأن لو الإنسان ادعى المظلومية في مشاكله وفضل مكانه في ناس هتساعده وبعدين هتنفض عنه بعد كده لأن الناس بتحب الأقوياء فأول المسئوليات اللي عدم تحملها بيخلي الحياة شاقة وفيها متاعب عدم تحمل الإنسان مسئولية نفسه ومسئولية مشاكله وهنا ما حدش هيساعدك إنك أنت تبقى معويدك مظبوطة ممكن بعض أصحابك اللي بيحبوك يغيروا معادل الاجتماع بتاعهم يقربوا منك شوية بس لو غيروا معادل الاجتماع عشان تزبط موعدك ولسه ما زبطهاش لا كده صعب قوي ممكن مديرك يساعدك إنه هو وإنت لسه في بداية حياتك كده يديك شوية خبرات كده بس أنت لو مجريتش وتعلمت وقريت وخدت كورساتك في وقت من الأوقات هو هيستبدلك بحد جاهز فشيل مسئولية نفسك النوع الثاني من المسئوليات اللي تركه بيعمل صعوبة في الحياة هو التخلي عن مسئولية احترام النعمة وإدارة المقتنيات العلماء قالوا في تفسير لإن شكرتم لأزيدنكم إن من ضمن شكر النعمة حمايتها من الإصراف أو التبذير فيها مسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده إن الله كره لكم ثلاثا كره لكم قيلة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ساعات كتير الإنسان بيعيش في مرحلة من حياته ومعندوش احتياجات خطط معينة فبيصرف كتير قوي انفجأة يلاقي عروسة نفسه يتجوزها ما أنت ما حوشتش طب ما أنت في سن المفروض تخرجت تبقى أنت في سن جواز أيها بس ما فيش حد في حياتي فعايش حياة تستنى ما أنت ممكن فجأة تحب أو والدتك ولا حد من المقربين يجيب لك عروسة تقعد معاها تنجاذبوا البعض حوشتش ليه وده وقت سن التحويش أصلا سن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ولقى لقمة في الأرض كده مرمية عليها طراب فخدها فنظفها كده وقال يا عائشة أكريمي كريما النعمة ده شيء كريم أكريمي كريما فإنها ما نفرت من بيت قط فعادت إليه كأنه صلى الله عليه وسلم بيقول لها بيعلمنا عن طريق الموقف ده إن إحنا نتحمل مسؤولية النعمة اللبس المرمي واللمهاربت والفلوس اللي بتتصرف والعربية اللي بتجري بيها هم خبطة في كل حتى أخد بالك لإن شكرتم لأزيدنكم الراجل جي يغتسل فواحد قال له اغتسل بمية أقل من دي فقال له لأ أنا عايز أغتسل بمية أكتر عايز أغتسل بأكتر من صاع الصاع يعني اتنين لتر ونص فقال له ما يكفيني الصاع فقال له قد كان يكفي من هو أتقى منك وأوفر منك شعرا شعر النبي كان أتقل منك وأطول وهو النبي أتقى وكان بيغتسل بصاع كأنه كان بيشاور له على احترام نعمة المية ونصرفش فيها طبعا في الصحرة زمان المية كان فيها ندرة وبالتالي سيدنا النبي كان بيعلمهم حتى لما يغتسل هذه العبادة الطهارة اللي بتدخلك على ربنا سبحانه وتعالى حافظ على النعمة فاحترام مسئولية النعمة والقيام بالحفاظ على المقتنيات دي أحد المسئوليات اللي عدم تحملها يجعل فيه صعوبة في الحياة فدول مسئوليتين اللي الإنسان لو ما تحملهمش يبقى فيه صعوبة في الحياة تحمل مسئولية مشاكلك والخروج منها رقم اتنين احترام وتحمل مسئولية النعمة وده الأساس التالت وانت في رحلة حياتك بتبني علاقة متينة على أسس سوية بمسئوليتك